استمرار نشاط الرياح الشرقية وأحوال جوية غير مستقرة وطقس بارد في وجه العام والتفاصيل بعد هذا الفاصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا متابعين تقس العرب أصعد الله مساءكم يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الثلاثة لتكون حول إلى أقل من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقتنا العام وبالنظر إلى خرائط سرعة هبات الرياح نجد أن الرياح تكون بمشيئة الله جنوبية شرقية تستمر حتى تكون نشطة أحيانا مما يزيد الشعور بالبرودة خلال ساعات النهار والليل من يوم الثلاثة ننتقل لمشاهدة خرائط الهطولات المطرية الواردة لدينا هنا في مركز تقس العرب حيث يتوقع بمشيئة الله أن تتهيأ الفرصة تدريجيا مع ساعات النهار لهطول زخات من الأمطار هذه الزخات قد تكون رعدية أيضا مصحوبة بزخات من البرد مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعب تتركز هذه الفرص تقريبا في مناطق الجنوبية والشرقية خلال ساعات نهار يوم الثلاثة والأربعاء بمشيئة الله ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان أجواء غالبا غائمة مع زخات من الأمطار درجة الحرارة تصل إلى سبع درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 14 كم في الساعة أما في ثلاثة أيام القادمة أيضا في العاصمة عمان يوم الثلاثاء غائم جزئي نهارا درجة الحرارة 10 درجات وليلا هناك فرصة لزخات أمطار رأديا لتصل إلى سبع درجات يوم الأربعاء فرصة لزخات من الأمطار 8 درجات نهارا و6 درجات ليلا ويوم الخميس غيوم متفرقة وارتفاع بسيط لدرجات الحرارة لتصل إلى 10 درجات مئوية وليلا إلى سبع درجات ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة نبدأوها شمالا من إربدة فرص لزخاتنا الأمطار 16 إلى 9 درجات في المفرق أمطار رأديا بمشيئة الله 14 إلى 8 درجات في جرش 15 إلى 9 درجات وعجلون من 14 إلى 8 درجات مئوية مع فرص لزخات أمطار رأديا بمشيئة الله عمان من 10 إلى 7 درجات في الزرقاء أمطار رأديا من 13 إلى 8 درجات في البلقاء 12 إلى 8 درجات وفي مادبة 10 إلى 6 درجات وفرص لزخاتنا الأمطار في البحر الميت من 19 إلى 15 درجة مئوية في الكرك 10 إلى 7 درجات في الطفيلة 10 إلى 6 درجات في معان 9 إلى 7 درجات وفي جبال الشراء 8 درجات إلى 5 درجات ليلا وفي العقبة من 22 إلى 12 درجة مئوية في المناطق الشرقية رويشد 15 إلى 6 درجات في الصفاوي من 13 إلى 6 درجات أيضا وفي الأزرق من 14 إلى 8 درجات كانت هذه أبرز المعلومات الوالدة لدينا هنا في مركز تقص العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر